نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون إن الهجوم الدراء الدامي الذي وقع عند مطار كابل في أفغانستان لم ينفذه مهاجمان وإنما مهاجم انتحاري واحد فقط وخلال مؤتمر صحفي أكد البنتاجون أن مخططاته مزالت قائمة على إنهاء عمليات الإجلاء في 31 من أغسطس الجاري وأن تنظيم داعش الإرهابي لن يمنع واشنطن من استكمال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية وأشار البنتاجون أيضا إلا أن هناك 5400 أمريكي ينتظرون الإجلاء من كابل